متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة موقع النهاردة من المواقع المميزة جدا أولا لأنه مجاني تماما حتى الآن تقدر ترفع عليه عدد غير محدود من الفيديوهات والهدف هو إزالة الخلفية أو تغيير الخلفية كتير مننا بيكون عندنا فيديو عايزين نحط خلفية مختلفة للفيديو سواء كان فيديو أنت مصوره أو فيديو عندك فممكن تحقق ده من خلال موقع النهاردة هو موقع فيديو backgroundremover.com تلك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو حنشوف إزاي حنتعامل مع هذا الموقع إن شاء الله حاول الفترة الجاية ما طولش عليكم كتير في الفيديوهات أحاول أن أنا أتناول مواقع ممكن مواقع ديتكم بتأدي غرض واحد معين بحيث أن إحنا ما نطولش في الفيديو قدر الإمكان فأتمنى أنه يعجبكو هزة النوع من الفيديوهات الفترة القادمة بإذن الله تعالى يلا بينا نرجع مرة تانية لفيديو backgroundremover ونشوف بيشتغل إزاي أول حاجة هنا هلوح على pricing عشان تشوف إنه هو free to use حتى الآن بيقول لك remove video background with our AI powered video background now 100% free هو بيقول now في موقع كتير جداً اتغيرت من الفري للبيد ولكن للأسف ما نقدرش إن إحنا نعرف إمتى حتتغير ولكن كل اللي نقدر نعمله إن إحنا نستخدمها في الوقت اللي هي بتكون فيه free قدر الإمكان لو إحنا محتاج إنها مفيش watermark مفيش limits وهنا بيقول لك إنه هو بيعمل enhance للAI video model وأيضاً full HD resolution وووتر مارك كل المميزات اللي أنت بتاخدها من الفيديو اللي بيتم في الآخر خالص إنتاجه هنا حدوس على free to use ومفيش هنا حاجة إنه أنت تعمل sign up هنا بيوريك بعض الأمثلة سيهي مثلاً فيديو زي ده بتبتدي إنه أنت تعمل select على الobject يعني إيه تعمل select على الobject يعني تروح هنا تدوس على الobject هو بيقولك دوس على الobject عشان يبتدي أرجع تاني مرة تانية إن أنا أدوس عليه بالمنظر ده كده علشان أعلم على الجزء اللي أنا عايزاه اللي أنا مش عايزاه لا الجزء اللي أنا عايزاه بالمنظر ده أنا كده عملت select عليه حبتدي أقوله track objects يبتدي أعمل track طبعاً لو فيه جزء واخده مثلاً من الطريق ممكن تروح تدوس على remove وتشيل الجزء ده وبعد كده حبتدي أقول track objects هنا بيقولك track الحركة شوف كده هل الحركة مظبوطة ولا لأ الخاصة بالفيديو لو أنت أوكي خلاص فيش أي مشكلة هتبتدي تدوس next بعد كده هتبتدي إنه أنت تروح click background بالمنظر ده كده وتبتدي تعمل erase click background لما هتدوس على erase background إنت شيلت الbackground هتبتدي تحط بقى الbackground اللي أنت عايزه فأنا هروح هنا أدوس على add background image في الجزء ده وابتدي أختار الbackground اللي أنا عايزاه تعال نشوف كده background يكون background مثلاً زي ده زي ما إحنا شايفين وبعد كده هبتدي أقول confirm لو أنت عايز ترجع لselected objects تعمل أي spotlight تحط مثلاً أي effect عليه ممكن مثلاً say نعمل effect زي ده هدوس على original بعد كده هقول له confirm وdownload وده كان شكل الفيديو طبعاً هو مش ماشي مع background ولكن أنا بوريك الفكرة عاملة إزاي؟ تعال نشوف فيديو تاني والفيديو ده من عندنا إحنا مش فيديو من اللي موجود داخل الموقع هبتدي إن أنا أروح لي الhome أروح أقول له try free ونستخدم فيديو من عندي أرفعه بيعمل uploading للفيديو بيقولك طبعاً كلما الفيديو مدته أطول كلما حيخد وقت أطول ده شيء طبيعي ولكن هو هنا ما قاليش إن فيه limitation معين دي الفيديو هيد هنا بيقولي the loading time depends on the length of your video ده بالنسبة لي الفيديو ده كنت عملته من قبل وهنا حبتدي إن أنا أعلم على الobject فهنا حبتدي إن أنا أدوس هو بمجرد ما دوست plus زي ما إحنا شايفين هنا بعلم على الobject كله بالمنظر ده كده خلاص يعلمت على الobject كله لو أنا عايزة أشيل حاجة بدوس على remove وابتدي أعمل click ويبتدي إن هو يشيل لي الجزء اللي أنا عايزه وهكذا لكن أنا كده خلاص عملت select على المين object بتاعي وبعد كده هبتدي أقوله track objects هنا هبتدي أستنى لحد ما يعمل track وأتأكد إن كل حاجة تمام بعد كده هبتدي أقوله next وهبتدي أروح على background ومن background هقوله erase فشلي background هبتدي أحط أنا background تاني background زي ده مثلا أروح للselected objects وادوس على original وده منظر الفيديو بتاعي وحبتدي إني أقوله confirm ما تنساش تضغط على original ما تسبوش على overlay لازم تروح تدوس على original بعد ما تغير background بعد كده هبتدي أقوله confirm وفي الآخر هعمل download للفيديو بتاعي متابعي قناة infotech for you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة كما احنا شايفين ده الفيديو محتفز بكل حاجة فيه وكنت عاملالي كأنترو لقناة infotech for you الجودة بتاعته حلوة جدا وجايد جدا غيرنا الخلفية بمنتهى البساطة أتمنى تكونوا استفاتوا من فيديو النهاردة حاولنا أتناول مواقع خفيفة ممكن تفيدك وعلى قد ما أقدر حاول أتناول المجاني فياريت يعني ما تتضيقوش بعد فترة لو لقيتوا هذه المواقع دخلت في البيت بلان أنا بحاول أن أنا أتناول المجاني وقت ما بينزل واطلع أكلمكم عنه عشان كده دايما بقول هما دايما بيقولوا for now لأن أنا ببقى متأكدة أنه حتى ممكن يعمل free plan ولكن حيكون في بيت بلان بس هما بيكونوا شغالين على الموقع تتعود عليه وبعد كده يبتدي أنه هو مع الوقت يطور على الموقع ويعمل بيت بلان فحاول تستفيد في القطة المجانية زي ما دايما بنصحك على القناة تنساش تعمل subscribe القناة وفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد لو كنتم بتشوفنا الأول مرة ولكنتم متابعين الأعزاء تنساش لايك وشير وكممنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته